طب السؤال الدائم هو لك والجيل الأجيال الجديدة دي عارفت عبد الحليم هو عبد الحليم دلوقتي بقى مغني لهذا العصر مغني لهذا الزمن خلاص بقى راجل كلاسيكي وتقليدي وبتاع زمان وحاجة كده أولا عبد الحليم بما أنتجه من مشروع موسيقي غنائي متجدد ويكفي مسلا تسمع وغنيت السواح في أي فرح في مصر دلوقتي هتلاقي مصر الفرح كله بقوم يرز بيها يعني اللي يشتغل مع عبد الوهاب ومع ماريخ حمدي ومع الموجي ومع الطويل محدش يقدر يقول أبدا أنه يمكن أن يكون موضة قديمة على الإطلاق والدليل عندنا هو أغاني عبد الحليم التي لا تدال مسمونا حتى الآن هقدم لكم دلوقتي لائحة ويعني وإحصائيات عندها لنا زمننا الفنان النقد الموسيقي الفني الممتاز سؤسة محمد شميس عن أكثر أغاني عبد الحليم استماعا خلال آخر 12 شهر خلال سنة الأخيرة يعني خلال سنة جان الهوى 12 مليون ونص مشاهدة على اليوتيوب الكلام ده جان الهوى اللي وغنيها اللي بتغنيها سنة 69 في فيلم أبي فوق الشجرة سنة 2020 2021 على المدة 12 شهر 12 ونص مليون مشاهدة عنيه ومليون واحد في الشهر تقريبا بيسمع جان الهوى عبد الحليم حافظ على اليوتيوب على حزبه وده 9 مليون أهواك 5 و7 من 10 مليون مشاهدة سواح 5 ونص مليون مشاهدة أول مرة تحبي يا قلبي 4 مليون وستمائة ألف أو 4 مليون وستمائة ألف مشاهدة بنتكلم على هذه 5 أغاني لعبد الحليم حافظ ملايينها وتعالى شوف بعد كده رقم 6 زي الهوى 3 ونص مليون مشاهدة وحيات قلبي وأفراحه مليون وتسعمائة ألف مشاهدة بتلموني ليه وإحنا بقول لكم أغاني بتلموني ليه وأصمر يصمراني بنتكلم سات 55 على الفكر لوسادة الخالية سات 55 أصمر يصمراني يعني مليون وربعمائة ألف لأغنية معمولة من 56 سنة أي 66 سنة من 66 سنة أبو عيون جريئة مليون ومتين شايف عبد الحليم شايف العشر أغاني لعبد الحليم دولة اللي هو من أول 12 مليون لغاية مليون ومتين ألف في سنة واحد تعال نشوف بعد كده الأرقام مؤشر استماع أغاني عبد الحليم شايف من مايو 20 بتبدأ تنزل شوية الاستماع يطلع تاني الصيف واضح أن الصيف برضو عبد الحليم في الصيف حاجة مختلفة عند الناس شوف واخد بالك حالة يعني نزل شوية في مايو غالباً مايو 20 دي كانت تقزم الكورونا نمشي بعد كده بشكل يكاد يكون مستوي بل بيصعب ومستقر يوليو سبتمبر نوفمبر يناير مارس بيصع طبعاً في ذكرى عبد الحليم الاستماع بيبقى أكتر له شايف 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 الاستقرار شايف الديمومة إجمال المشاهدات 94 مليون مشاهدة في 12 شهر لمدة سنة 94 مليون مشاهدة لعبد الحليم حافظ اللي هو الراجل اللي مات من 44 سنة بيتشاف في السنة 94 مليون مشاهدة إذا لم يكن هذا خلوداً في أي شيء نتحدث عنه إذا لم يكن هذا خلوداً تعالوا نشوف بقى أغاني عبد الحليم اللي قدمها لغاية دلوقتي حتى في إسرائيل اشتغى رديم قدمها أغنية سواح سمعت 13 مليون مستمع جديد ده أساساً جمهور عمره ما كان سمعت بحليم أصلاً جاي زد في أغنية عمل أغنية خسارة فراكة جارة المزيكة بتاعتها وشتغل عليها 45 مليون مشاهدة أهواك 200 ألف مشاهدة مؤخراً تعالوا نشوف المدن اللي بتشوف عبد الحليم ونشوف عبد الحليم المدن أكثر استماعاً شوف مين رقم واحد جدة يعني عبد الحليم حافظ لا يذال المطرب المصري في الأول في الدول العربية لا يذال المطرب المصري اللي عايش في وجدان الدول العربية درجة أنه أكتر بلد مدينة سمعت عبد الحليم في الـ 12 شهر اللي فات جدة 5 مليون و 600 ألف الرياض بعدها 5 مليون و 100 ألف أو 10 تلاف يعني جدة والرياض يعني السعودية تعيش على عبد الحليم حافظ خلال عام 11 مليون مشاهدة واستماع لعبد الحليم حافظ يعني أنت المفروض تبع عارف أن عبد الحليم هو سلعتك للتصدير هو وجدانك اللي بيتقدمه للعروبة والعرب كلهم عمان رقم 3 4 مليون واخد بالك عدد سكان البلاد أو الدول دي أو المدن دي لما أقول عمان فيه 4 ونص مليون مشاهدة لعبد الحليم في عمان في الأردن يعني الحقيقة يعني ده الأردن كلها بتسمعه ثم القاهرة رقم 4 كازابلانكا المغرب رقم 5 خد بالك كازابلانكا 3.5 أو 3 مليون تونس رقم 6 2.9 مليون بغداد رقم 7 2.3 مليون نيجلس كندرية 2.2 مليون الجيزة 1.700 مليون ودمشق يعني دمشق في السنة اللي فيها يعني إرهاب وحروب ويعني والله يكون فعون أهل دمشق وأبناء دمشق وشعب دمشق العظيم الرائع الشعب السوري الفز في وسط كل ده اللجوء إلى صوت عبد الحليم وغناء عبد الحليم والاستماع لعبد الحليم مليون وربعمائة ألف في دمشق يا سلام إذا الرجل ده يصر على خلوده يصمم على بقاءه في الوجدان العربي تعالوا نشوف في البلاد العربية بقى الأكثر استماعا في مصر 21 مليون السعودية 13 مليون المغرب 7 مليون عراق 5 مليون ده بسموع عبد الحليم في السنة تونس 5 مليون الأردن 5 مليون سوريا 3 مليون ومتين يعني مصر قم واحد السعودية المغرب العراق تونس تعالوا اللي بعد تونس يا جماعة الأردن 5 مليون مشاهدة سوريا 3 مليون الولايات المتحدة 2.800 طبعا العرب في الولايات المتحدة غالبا منتكلم على ده الجزائر 2.800 مليون فلسطين 2 مليون مشاهدة احنا بنكلم على وجدان عربي يمتلق مشحون محشود بذكريات عبد الحليم بغناء عبد الحليم بصوت عبد الحليم بعظمة عبد الحليم بمجد عبد الحليم بمصرية عبد الحليم عبد الحليم حافظ الخالد دائما لما بنكلم على المدن ولما بنكلم على البلاد العربية لما بنكلم على بقاء عبد الحليم حتى الآن في قلب كل يعني من يستمع إليه ويعيش بين دفتي قلبه أو حجرات قلبه الأربعة لذلك عبد الحليم حافظ الفنان الخالد تعيش وتفتكره ونعيش دائما ونفتكر مجدنا ووجدانا ونجمنا وخلودنا ومصريتنا وفلحنا وكفحنا لما نفتكر عبد الحليم حافظ